بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا طالما خرج مناضلين ومجاهدين قد حملوا على عاتقهم هم مجابهة الظلم والطغيان وتحرير البلد من دنس المستكبرين نقف متضامنين مع أسرى قضية خيارنا المقاومة أيها الأسرى المقاومون أنتم اتخذتم قراركم وقلتم بأن خياركم هو المقاومة نعم خياركم هو خيارنا وقراركم هو قرارنا نعم للمقاومة المشروعة ضد الخليفيين الغزاة صوتا للأرض والعرض والنفس والحقوق قد أعلنتموها ونحن معكم لا خيار إلا المقاومة ولا خلاص للشعب من هذا الاضطهاد والتنكيل والاستباحة الذي بدأت منذ مئتين وثلاثون عام إلا بالمقاومة المشروعة ولأن هذا الخيار هو الذي يرعب الخليفيين لذلك قد استهدفتم بالتعذيب وبالأحكام القاسية والترهيب ولكن ذلك ليس من شأنه أن يثنينا أو يرهبنا ولن نتراجع عن طريق قد عدتم بالدم والتضحيات المتفانية فلن نهدأ ولن نستكين إلا بتحرير الوطن من رجز كل طاغوت أثيم نعلن اليوم تضامننا مع هؤلاء الأحبة الصابرون محمد خاتم أحمد خاتم أحمد جعفر عيد أيمن ربيع عبد الشهيد عبد الشهيد محمد مهدي متضامنون معكم ولن ننساكم فأنتم نبراس الثورة وشعلتها وبصبركم وتضحياتكم نرى بشائر النصر القادم بإذن الله شباب النويدرات الأربعة 29 يناير 2014 2014